اشتركوا في القناة واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعددا من كبار المسؤولين يأتي ذلك في اطار لقاءات جلالته المستمرة مع الجميع حرصا من جلالته ايده الله على التواصل والالتقاء مع الجميع لكل ما فيه خير وطننا العزيز ومواطنيه الكرام وقد تحدث جلالة الملك المفدى عن التطورات التي تشهدها المنطقة مشيدا جلالته بقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية خاصة ما يتعلق بدعم استقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين وإدانته التدخلات الخارجية في المنطقة ما يعزز موقفا عربيا واضحا مشيدا بدور رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين نالوا شرف المشاركة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين انطلاقا من المواقف الأخوية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف وبمساهمة رجال قوة دفاع البحرين والوقوف صفا واحدا مع إخوانهم ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية والحق في جمهورية اليمن الشقيقة انطلاقا من قرارات الأمم المتحدة واضف جلالته أيده الله أننا نحرص على رقي وأمن وطننا وتطوير تشريعاتنا بما يناسب الحفاظ على الأمن والسلام في وطننا العزيز وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع وأشهد بعطاء وإسهامات أبناء البحرين الكرام الذين يبدلون الجهد والعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه مؤكدا رعاه الله أن ما تم تحقيقه اليوم من بناء كان على أسس راسخ وضع لبناتها الآباء والأجداد بجهودهم المتواصلة وإخلاصهم وحبهم لوطنهم ونوها جلالته بما يتميز به المواطن البحريني من وعي وإدراك للتحديات وتعامله الحضاري معها ومع كل توجه جديد يحقق المصلحة الوطنية العليا وتطرق جلالة الملك المفدى إلى ما تمر به المنطقة من ظروف سياسية واقتصادية تتطلب تضافر جهود الجميع والتعامل مع هذه المرحلة بالعمل الجاد المتواصل منوها جلالته بأن الإصلاح والتطوير مستمر وليتوقف من أجل بناء الوطن وازدهاره كما أكد جلالته رعاه الله أن شعب البحرين سيظل كما كان دائما شعبا واحدا يحمي وطنه ويحافظ على منجزاته ومكتسباته وقال جلالته إن مملكة البحرين ستبقى بمشيئة الله دائما بلد الخير والتعاون والتآخي بين الجميع متماسكة بدورها الإنساني منفتحة بإرثها الحضاري على العالم مبتهلا جلالته إلى الله عز وجل أن يحفظ البحرين وشعبها ويديم علينا جميعا الأمن والأمان والمحبة والسلام ويوفق الجميع لما فيه خير الوطن وصالح المواطن مضيفا جلالته حرص مملكة البحرين على مد يد التعاون للجميع وعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى مؤكدا جلالته أن قوتنا تكفي تكاتفنا وتربطنا الذي يتحلى به شعب البحرين على مدى تاريخه العاريق وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن تشرفه بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك المفدة سائلا المولى التوفيق في خدمة جلالة العاهل المفدة وخدمة هذا الوطن وتحقيق الأفضل للبحرين وشعبها الكريم مؤكدا سموه مساندة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق الذي يعد واجبا مقدرا من شعب مملكة البحرين للإرادة الملكية السامية في دعم الأشقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة